اشتركوا في القناة وقوفا مع صوت برضو مختلف ومميز وبصمة في عالم الغناء السوداني هو يعني دخل لعالم الفن من فترة قليلة لكنه استطاع ان يخلق لنفسه قاعدة جماهيرية كبيرة جدا حنتكلم معاه ونتعرف عليه ونسمع غناه كمان من خلال هذه الحلقة المختلفة من اهل المغنى خلونا نرحب مع بعض بالفنان محمد بلا الشهير بالبرنسوات بلا اهلا بك مرحبا بك استاذ لك التحايا والتحايا كبيرة جدا للغناء الجميلة المحببة بالنسبة لي غناتهم درمان الفضائية وان شاء الله نكون خفيفين عليكم والتحايا للتيمة العامل ان شاء الله نالله يخليك احنا سعيدين بيوجودك الليلة وخلينا البداية الالقاب اللي بتستحب مسيرة الفنان دي هي بيكون الفنان هو اللي خلق لي نفسه ولا جمهورك هو اللي داك محمد البرنسوات بلا والله اولا انا طبعا اصلا اسمي محمد بلا محمد بلا حمد لكن اللغب دا بديك له طبعا المتلقي او الجمهور فما بتقدر انت تسمي نفسك يعني اسم كده على الناس هم اللي بيقولوا اللغب بعد ذاك الناس بيتمشيك بنفس اللغب داك والغريبة انه اللغب هو اللي بيشتهر به الفنان اكتر بالضبط كده طيب نحنا قبل ما يسوقنا الكلام في تفاصيل حياتك الفنية خلينا نتعرف عليك على بداياتك بدايات مسيرتك الفنية وكده اولا زي ما قلت لك جبيل انا محمد بلا هو الشهير ببرنسوات بلا البداية كالادي من الدورات المدرسية اللي هي من الاساس وبشكرهم من هنا مدرسة طارق بنزياد اللي هي بريد فيها ومن الحتة ديك شاركت في الدورة المدرسية والدورة المدرسية جبتها للمدرسة التالتة فمن الحتة ديك أنا بعد ذاك شنو يعني بقيت زي ما تقولي يا داب كده شنو بغني وكده البيئة دائما بكلها دور في تكون شخصية الفنان في سقل موهبة حتى في بداياته الحلة ذاتة بكلها دور طبعا 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 فالجزئية دي برضو كالي أيوه أيوه دي دور كبير جدا جدا أول حاجة لأصحاب يعني ما قصروا يعني ولا زال والله يواك فيهم معاي والمنطقة بتحتيه منطقة يعني ما شاء الله يعني مليئة بالغنى وكل يعني حتى فيها الكورة وفيها الفن وناس نشطين جدا ويكفوا معي جدا يعني لا زال سواء كفين معي والله صراحة يعني ممتاز لما بديت أنت تغني بديت تدندن براك في البيت مع أهلك وأخواتك بعدين المرحلة الثانية اللي هي المدرسة منو شجعك في الأول وقال ليك يا محمد أنت عندك الصوت الحلو خلي ثقتك من نفسك أكبر وأبدأ غني فعليا يعني والله يا أستاذة أنا دايما قاعد أقول يعني الأصحاب أصحابي أكثر شي هما والله يكفوا معاي وقفة يعني جميلة جدا جدا ولا ذال واكفين معي زي ما قلت لك قبل هما الأصحاب هما اللي قالوا لي يعني إنت عندك صوت جميل هم بقولوا كذا وإنت لقدام ممكن تكون فنان تصحب تكون فنان وكذا فوقفوا معاي وقفة جميلة جدا جدا والله صراحة يعني طيب كفاية أن الزول يكون صوت حلو عشان يغني ما في مقاومات تاني للفنان بالإضافة لي صوته الحلو ودعم الناس وتسجيعهم ليه عشان يكون فنان ناجح يعني يبدأ حياته الفنية بداية صاح والله هو الفنان أنا دائما قاعد أقول الكلام ده الفنان لازم يكون فنان في كل شي فنان في تعامله فنان في صوته طبعا الصوت يعني الصوت هم شيء تتكون لأنه هو يتفنان لا بد من يكون صوتك جميل على أساس أن الناس تقدر تزعيد الناس لكن الفنان ده أنا بحتبره فنان في كل شي في المشاركات في الحاجات الحاصلة في الأحياء في مشاركاتك لأصحابك بعد ذلك هو ده الفن بحدي ذاته زيادة على غناك اللي أنت هو الموهب اللي لديك لا ربنا شبحانه وتعالى هل هي لا بد من أنك تسقيله بدراسة معينة؟ اكتفيت أنت بالممارسة فقط؟ ولا خدت كورسات معينة؟ دخلت معهد موسيقي معين؟ دخلت معهد لكن لا زال يعني زي ما أقول هو الغناة طبعا بحر واسع جدا ما في زول بيقدر يقول أنه أنا حصلت مرحلة معينة لأنه كل يوم بتصحل حاجة جديدة وكل يوم بتصحل أفكار جديدة وغنة جديدة كلام جميل جديد فما بتقدر تحصل حتى لو دخلت كورسي ما بتقدر أنك تقول خلاص اكتفيت لأنه مرة لو بتتفق معي الفنان بيكون صوته حلو أو في بداياته بيكون صوته حلو لكن ما قادر يوظف التوظيف الصحيح أو يختار اللونية الغنائية اللي بيتناسبه من هنا بيجي دور المعلم أو الشخص القدوة لك في مجال الفن اللي بيخليك أنت تحس شوية أنك انت ميولك الغنائي هو شعبي ولا حقيبة ولا ولا فإنت الجزئية دي كيف حددت أنه انت مسارك يكون أغنيات حقيبة الله يرسل أنا بحب الغنى الجميل صراحة والغنى الآن بسمعه أي غنية جميلة أنا بحبها لكن في الناس الكبار يعني أحب الراحل بعد أحمد الطيب له الرحمة الراحل أبو داوت له الرحمة والمغفرة يعني أحب أي غنية جميلة بتاع ناس كبار أنا أحبه لهم الرحمة والمغفرة يعني إحنا سماءنا السودانية وأغنياتنا السودانية أغنيات جميلة والله يعني تكونت وتشربت وتشبعت بأصوات غنية كبيرة لهم الرحمة والمغفرة كلهم بالتأكيد أنا ما حطول الكلام بس تأذنك أنت والمشاهد الكريم لفاصل قصير ونرجع من بعلمكم بالأهل المغنى موسيقى 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 أصلك جميل شبه الخميل أصلك جميل شبه الخميل زي بسمتانه يفل الغرير يا عليل يا عليل يا عليل أصلك جميل شبه الخميل أصلك جميل شبه الخميل زي بسمتانه يفل الغرير عليل 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 كمك خفيف طولك سميح زي القبيح علي بسمتانه يريك كمك خفيف لو شابك يا عليل يا عليل يا عليل هاي لبسك ذريق دمت خفيف لبسك ذريق دمت خفيف موسيقى فكار قرباني طيب اشتركوا في القناة 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 كان في القيس يا روحي مهما هالليلة مهما فترني المسيح في الجزير بيبقى كل وشيء بيبقى كل وشيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يا روحي مهما من السداي ونغير حبائك أهم من السداي يا روح مالك بين السدايك يا روح مالك بين السدايك ونغير حدايك أهم دايك أه التعب الليل التعب هل في ندايك وشدها القلب ورايك يا قلب ورايك المترجم للقناة 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 أهلاً المترجم للقناة طلباً المترجم للقناة كده المترجم للقناة المترجم للقناة أهلاً أنا من جديد أهلاً المترجم للقناة يصل للقناة طلباً الشباب المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة هل عندك أي رسائل أي تحايا ختاماً المترجم للقناة دورمان وإنال فضائية والتحية لأتيم العامل والتحية لك أنت يا أستاذة والتحية لأقونا محمد سنتر والتحية لأقونا محمد والتحية لأقونا حمدان لأصحابي يعني ما أنسى ذول والتحية لأقوى أحمد وأخي وصديقي سمول وتحية للأسرة الكريمة ولأي زول يعرف محمد بلة اتحايا له وإن شاء الله نكون خفيفين عليكم وإن شاء الله نكون أسعدناه نحن سعيدنا جدا بحضورك بكل تأكيد وإن سأتباكم جدا والله اللي ملد به مساحات السدب التقريب العالي شكرا لحضورك كمان وشكرا لكل أستاذ المشاهدين اللي تابعوا حلقتنا اليوم أهل المغنى وأهل المغنى هي منصة لكل الشباب السودانيين بأصواتهم واختلاف أصواتهم بالتأكيد والأدائية الرائعة والمميزة مساحة نديهم ليها يقدروا يعبروا عن حاجاتهم ويقولوا أن ناضيصهم شنو بإذن الله هو متموم نلتقيكم في حلقة تالية بالتأكيد من أهل المغنى تقبروا خالص تحياتي راوية مهدي اشتركوا في القناة